افتتح الأخي محمد علي الحثي رئيس اللجنة الثورية العالية ومعه القائم بأعمال وزير الدفاع رئيس سيئة الأركان اللواء الركن حسين خيران ونائب رئيس سيئة الأركان ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ونائب رئيس الجهاز المركزي للأمن القومي في صنعاء المعرض الخاص الأول المنتجات وصناعة الحربية اليمنية ويقدم المعرض الذي ستتبعه معارض تخصصية لاحقة صورة من صور تطور الصناعة الحربية في بلادنا بخبرات وابتكارات يمنية خالصة ومواد أولية وأساسية محلية رئيس اللجنة الثورية العالية عبر عن سعادته البالغة بما يقدمه المعرض من صورة حية للروح اليمنية الحقيقية المقاومة والواعية والمدركة للتغيرات وأهمية القوة الحامية للسيادة والكرامة عبر امتلاك عناصر تلك القوة وعدم الارتهان للغير والوعي الكامل بمعنى الإدراك الحقيقي للحرية وقال إننا في هذا اليوم وفي هذا الظرف الزماني تحت عدوان وحصار لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية لشعب وجغرافيا بهدف الصيدرة عليهما ورهنهما لقوى الإرهاب والبغي ومجازر يومية تستخدم فيها أقوى أدوات العنف والإجرام والإرهاب وأفتك واحدة الأسلحة ويمنع على الشعب الغذاء والدواء وحرية التنقل والسفر والعزل السياسي والتشويه المتعمد والتحريض ونشر الكراهية نؤكد أن هذا الشعب مثله مثل كل الشعوب التي تمتلك امتدادا حضاريا حقيقيا وتراثا إنسانيا بالغ الحضور يستطيع أن يقاوم وأن يكسر رغبات الهيمنة والاحتلال التي تمارسها كيانات شركات البترول والسلاح التي حرمت العالم الذي انساق وراءها القدرة على التعليم والتعلم والابتكار وحاصرت واحتكرت المعامل والتجارب والعلوم وهددت بالقوة المفرطة واحتكار حق الحصول عليها لتستمر الهيمنة والغدرصة وأضاف رئيس اللجلة الثورية العليا إن الشعب اليمني الحي يستطيع أن يعيد إنتاج ذاته آلاف المرات وأن يقاوم بشخصية اليمني المقاومة للطبيعة والمتغلبة عليها وأن يحقق الثورة العلمية والمعرفية ويتحرر من الهيمنة ويستغل ثرواته وإمكاناته وثروته الحقيقية المتمثلة بالإنسان رأس المال المتجدد والحي والخلاق الذي لم تسحقه الهجمات المتتالية لقوة الإمبريالية والإرهاب بل زادته صلابة وقوة وإيمانا بحقه في حياة كريمة وحرية واستقلال وسلام دائم رئيس لجلة الثورية العليا حي القائمين على التصنيع الحربي وقيادة وزارة الدفاع معتبرا إنجازاتهم واحدة من الجبهات الحية التي تؤكد حدمية النصر واستحقاق الشعب اليمني العظيم لكل ما تستحقه شعوب الحية والأوطان الشامخة في وجه التاريخ من عزة وكرامة واستقرار وحرية غير منقوصة مؤكدا في الوقت ذاته على أن التطوير الحربي بهذه الكفاءات اليمنية مقدما للثورة العلمية والعملية التي ستشهدها اليمن مستقبلا القائم بأعبال وزير الدفاع رئيس وهيئة الأركان قدم شرحا لرئيس اللجلة الثورية العليا عن محتويات المعرض وآلية عمل المعامل المنتجة ودراسات التطوير والاختراع والابتكارات القائمة على المبادرات الذاتية من جهة والتخطيط المسبق من جهة أخرى بالاعتماد على المواد الأولية المحلية المنشأ وعبر آلية الكلفة لا تحمل خزينة الدولة شيئا يذكر وأشار إلى الجودة التي حققتها المنتجات في ساحة المعركة وتلك الناتجة عن التجربة والحاجة التي أوجدها العدوان وظروفها هو طبيعة المعارك التي دارت في مختلف الجبهات وبئاتها المتنوعة مستعرضا الخطط المستقبلية وبرامج التطوير والإنتاج قيد الدراسة والبحث وآليات توفير المواد والتجهيزات اليمنية الخالصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا